هذا هو القرآن بين يدي مثلما قلت قبل قليل وأنا أخاطب سيد أمين الذي أرسل الرسالة من أن الخوء والسستان ارتكبا محرما هذا هو القرآن وأنا سأقرأ من القرآن ما أقرأ إنها الآية الثامنة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ليس المراد هنا الأكل بما هو الأكل وإنما المراد التناول فإن الآية لا تتحدث عن الأكل فقط وعن الشرب وعن كل ما يتناوله الإنسان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أنا أسأل الجميع تناول الدخان أليس هو من تناول شيء مما هو على الأرض فهل هذا التناول يدخل تحت عنوان الحلال الطيب ماذا تقولون أنتم هل تناول الدخان هل هو من الحلال الطيب لأن الآية جعلت ما يعارض الحلال الطيب جعلته أمرا شيطانية دققوا النظر في الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الحلال الطيب هنا ليس خاصا بما يؤكل وبما يلاك بين الأسنان من طعام مأكول المراد كل ما يتناوله الإنسان من طعام من شراب من أي شيء آخر يكون على الأرض ويقع في متناول يد الإنسان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الآية فيها قسمان قسم هو الحلال الطيب وقسم هو خطوات الشيطان أين تضعون التدخي الأمر لا يقف عند هذه الآية فقط إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك هذا سؤال البشر الذين يريدون أن يعرفوا أمر دينهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فهل التدخين من الطيبات ماذا تقولون أنتم ماذا يكتبون على علب السجاير الشركات التي تنتج السجاير ماذا تكتب على علب السجاير يكتبون التحذير منه ومن أنه يضر بالصحة الذين يصنعونه لا يعدونه من الطيبات فهل تعدونه من الطيبات هل يعده الخوئي أو السستاني من الطيبات هذا قرآن قرآن صريع يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماذا بعد الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة من سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل التدخين من الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هذه الطيبات تأتي خالصة يوم القيامة هل التدخين من الطيبات من الرزق سلوا الأطباء ماذا يقولون إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا نبينا صلى الله عليه وآله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هو دينه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هناك طيبات يحللها محمد صلى الله عليه وآله وهناك خبائث يحرمها محمد صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هناك معروف وهناك منكر وفي نفس السياق هناك طيبات وهناك خبائث الطيبات من المعروف والخبائث من المنكر فهناك نهي نهي عن المنكر نهي عن هذه الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية التدخين من الطيبات أم من الخبائث ماذا تقولون أنتم اقرأوا في الكتب المختصة ماذا كتبوا عن التدخين تسألوا منظمة الصحة العالمية عن التدخين وأضراره واتطلعوا على تقاريرها فهل التدخين من الطيبات أم التدخين من الخبائث هذا الدخان من الطيبات أم من الخبائث أنا أسأل الخوئي وأسأل السيستاني هذه الآيات واضحة ما قرأته عليكم من سورة البقرة من سورة المائدة وهو أني أقرأ عليكم من سورة الأعراف هذه آية ثانية قرأتها عليكم من سورة الأعراف وهي واضحة صريحة هذا دين محمد صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذه السجائر وهذا التدخين من الطيبات أم من الخبائث أترك الأمر إليكم وماذا بعد الآية التاسعة والستون بعد البسملة من سورة الأنفال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم الآية تتحدث عن غنائم الحرب وجه الاستدلال بها من هذه الجهة من أن التحليل ومن أن الأحكام الشرعية التي ترتبط التي ترتبط فيما يتناوله الإنسان من كل شيء على الأرض لا بد أن يكون موصوفا بهذه الصفة بأنه طيب من الطيبات فكلوا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة يعني إذا كان في الغنائم ما ليس طيبا لا يجوز لكم أن تتناولوا لو كان في الغنائم هناك هناك نجاسات هناك خمور هناك أمور مضرة فهذه لا توصف بالطيبات واضح أن التشريع القرآنية فيما يتناوله الإنسان مما هو على الأرض لا بد أن يكون موصوفا بأنه من الطيبات الآيات المتقدمة كلها تتحدث عن هذه الحقيقة وهذه الآية في السياق نفسه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النحل فكلوا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله الآية خطيرة الآية لا تعد لا تعد الخبائف من رزق الله من رزق من إثن كل شيء هو من خلق الله لكن الخبائف تأتي بأسباب شيطانية دققوا النظر في الآية فكلوا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله هذا يعني أن الخبائف ما هي بنعمة من نعم الله أنا لا شأن لي بالمدخنين من عامة الشيعة من عوام من ناس لا شأن لي بهم لأنني أتحدث بصدد الرسالة التي وصلتني أنا أسأل الخوئية والسيستانية هذه الآيات تحرم التدخين عليكم أو لا ماذا تقولون أنتم هذا قرآن وهذه آيات محكمة وواضحة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون الآية خطيرة هذه السؤال هل أن الدخان رزق من رزق الله هل أن الدخان نعمة من نعم الله يشكر الله عليها هل تستطيعون أن تقولوا ذلك الدخان من الخبائث هل تشكرون الله عن الخبائث هذا يعني أن الله ينعم علينا بالخبائث ماذا تقولون هذا قرآن فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وماذا بعد إنها سورة طاه في سياق الحديث عن قصة بني إسرائيل الآية الثمانون والتي بعدها من بعد البسملة يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا هو دين الله منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة نعم الله طيبات الخبائث محرمة على الإنسان هذا قرآن وهذه آيات صريحة واضحة محكمة علة التشريع أساس التحليل والتحريم فيما يتناوله الإنسان يرتبط بهذين العنوانين الطيبات والخبائث تحت أي عنوان يا أيها الخؤي ويا أيها السستاني تضعون التدخين الذي تمارسونه وتتناولونه تحت أي عنوان من العنوانين خطابي موجه فعليا للسستاني لأن الخؤية قد مات ما هو بحي حتى أخاطبه فتحت أي العنوانين يا أيها السستاني العظيم تضع التدخين من الطيبات أم من الخبائث إذا كان من الطيبات إذا لماذا تخفي تدخينك لأنه من الخبائث ولهذا السبب فإنك تتناول الدخان وتشرب السجاير بالسر بنحو سري لأن الأمر واضح من الخبائث وما هو من الطيبات وآيات الكتاب صريحة صريحة جدا بأن الأحكام الشرعية بنيت فيما يتناوله الإنسان على هذين العنوانين على عنوان الطيبات والخبائث والخبائث ترجمة نانسي قنقر